رؤية وطنية تعكسها البرامج والمبادرات الشبابية التي توليها المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل الاهتمام بهدف إشراك الشباب البحريني في تحقيق التطلعات والمساهمة في مسيرة التطور والتنمية المستدامة من ضمن تلك البرامج والمبادرات يأتي البرنامج القيادي الوطني هاي بو يوث بدفعته الخامسة الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ومؤسسة إنجاز البحرين ليكون منهلا للعلم والمعرفة والتجارب التي تفتح أفاقا واسعة لمنتسبه مهارات متقدمة تناسب التوجهات المستقبلية وتعكس الرؤى الوطنية يقدمها البرنامج القيادي الوطني هاي بو يوث الذي يأتي في نسخته الخامسة ليعطي منتسبه تجربة ثرية تستند على الابتكار والتحدي للارتقاء بالعمل المؤسسي وبناء جيل من القيادات المميزة من خلال المنهجيات العلمية التي اكتسبها المشاركون من الورش التدريبية البرامج المتخصصة التي تم تطويرها لهذه النسخة صممت لاكتشاف القدرات والمواهب والعمل على تطويرها بالأدوات المناسبة لصقل قدرات الشباب البحريني وتزويدهم بأدوات العلم والمعرفة ومشاركتهم في صناعات التغيير برنامج هاي بو أضاف لي الكثير من المواهب والخبرات منها شلون أنمي مهارات القيادية وأشتغل بروح الفريق الواحد مع اللي وياي هذا البرنامج يأتي ليثري القطاع التدريبي ويشير إلى دوره المحوري في تطوير الكفاءات ومهارات الكوادر البشرية لتمكينهم من المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني ما سينقل العمل المؤسسي إلى آفاق أرحب تعرفنا على أشياء وايد منها أهمية تدور شباب البحريني في المجتمع اشتغلون نطور الروح القيادة فينا أيضا من خلال هاي بو أجتمعنا بكثير من القيادات في المجتمع البحريني المؤثرين فعلا حقيقة تعلمنا من أشياء وايد ونصحونا في أشياء وايد وكتسبنا خبرة منهم وايد برنامج هاي بو يوث قدم خلال النسخ الأربع الماضية عددا من المشاركين المميزين الذين ساهموا في إعداد أكثر من ثلاثين مشروعا ومبادرة شبابية تختم عددا من القطاعات الحيوية بمملكة البحرين وإعداد مجموعة من الدراسات الوطنية من الشباب إلى الشباب ما يؤكد على الدور الفعلي للشباب البحريني وإنجازاتهم الرامية إلى الارتقاء بمملكة البحرين على مختلف الأصعدة